المكتب السياسي للبام يجمد عضوية أبو الغالي من القيادة الجماعية قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة مساء الثلاثاء بالإجماع تجميد عضوية صلاح الدين أبو غالي من القيادة الثلاثية للحزب وتوقف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة خلال اجتماعه الأخير عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام ووفق بلاغ للحزب فتتهم الشكايات المذكورة صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب وعلى إثر ذلك قرر المكتب السياسي بإجماع أعضائه تجميد عضوية أبو الغالي من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب وإحالة الملف على لجمة الأخلاقيات